نوها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بالمساهمة الفاعلة للمرأة البحرينية في مختلف النواحي وفي مقدمتها الاقتصادية والتي جاءت استجابة للبرامج التي أسست لتمكين المرأة حتى باتت ركناً أساسياً للحركة الاقتصادية شأنها في ذلك شأن مشاركتها الإيجابية في مختلف القطاعات وغذت عنصراً مؤثراً ومساهماً رئيسياً في المسيرة الوطنية بكافة أوجهها جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية برئاسة فريال عبدالله ناس رئيسة الجمعية وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن المرأة البحرينية أثبتت نجاحها في الحياة التجارية والاقتصادية وسجلت النجاح تلو الآخر لتستحق أن تكون مثالاً يحتذا به لفتن سموه إلى حرص الحكومة على تهيئة الأجواء المشجعة التي تحفز المرأة على قيادة دفة العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في المملكة وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استمرار الحكومة في البرامج والاستراتيجيات التي تستهدف تركيز خطوات المرأة في الحركة التجارية وتعزيز مكانتها كعنصر مؤثر ومساهم رئيس في المسيرة الوطنية فيما أشهد صاحب السمو الملكي بجهود جمعية سيدات الأعمال البحرينية في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته وتفعيل دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية فقد أكد سموه استمرار دعم الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة وتزيد من مساهمتها في الشأن التجاري والاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي ومن بينها جمعية سيدات الأعمال البحرينية من جانبها أشهدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات وبإسهامات سموه الزائدة في تحقيق من إنجازات كبيرة ومتعددة طالت مختلف المجالات وحظيت بإعجاب العالم ومنظماته ونوات بالمكان المتميزة التي تبوأتها المرأة البحرينية على كافة الأصعدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وما تحظى به من تقدير ودعم مستمر من جانب الحكومة برئاسة سموه مؤكدة أن دعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للمرأة زاد من حصة مشاركتها في الحياة الاقتصادية وساهم في تمكين المرأة وزيادة قدرتها على قيادة دفة العمل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي موسيقى